اتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد اترك تعليقا فهذا يشجعني على الاستمرار اهداف ونتائج الحرب ضد بنوقي مقاع فيما يتعلق باهداف ونتائج الحرب ضد بنوقي مقاع الذين كانوا من اشجع واغنى اليهود فقد كانت نتائج واثار الحملة لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيهم الفرصة لتوطيد القوة وتحريض المنافقين والبدو ضده ادى صبر النبي وامره للمسلمين بالصبر قدر الامكان الى جعل اليهود يعتقدون ان هذا السماح كان بسبب الضعف مما دفعهم لمواصلة استفزازاتهم هزيمة بنوقي مقاع ستمهد الطريق لفتح سهل للاعداء الاخرين الاضعف والاقل ثراء عندما يرى الاخر ان بنوقي مقاع الاقوياء لم يتمكنوا من النجاة سيقتنعون بان هزيمتهم حتمية ستحفز الغنائم التي حصل عليها المسلمون من بنوقي مقاع على مواجهة اعدائهم حيث سيوفر لهم المزيد من الامان المالي وهذا يعني ايضا القضاء على عدو داخلي كان يعرف بقوة المجتمع وضعفه ويمكن ان يكون اكثر خطورة من الاعداء الخارجيين كان تحييد اليهود المعادين للاسلام استراتيجية متقسمة طبيعيا كانت هذه الطريقة التدريجية اسهل من مواجهتهم جميعا في مجهود واحد حيث سيدعمون بعضهم البعض اذا تمكن المسلمون من هزيمة بنوقي مقاع الذين كانوا من بين اليهود الاقوياء والاكثر نفوذا سيرتفع معنوياتهم مما يقلل من التردد او الخوف عند مواجهة الخصوم الاخرين اما بخصوص سبب جؤة بنوقي مقاع على خرق المعاهدة كانت فخرهم وثقتهم في شجاعتهم واعدادهم واضحة في كلماتهم للنبي ستعرف اننا هم الشعب المختار كان اعتمادهم على خبرتهم العسكرية ومعرفتهم بالحرب واضحا عندما قالوا للنبي ان لا يتم خداعه فقط لانه كان قد واجه خصوما غير معتدين على الحرب ومع ذلك لم تفدهم اعدادهم وخبرتهم ضد ارادة الله ربما كانوا يتوقعون دعما من حلفائهم من الخزرج بدون دعم كبير متوقع من حلفائهم سيكون من غير المنطقي ان تعلن قبيلة واحدة الحرب ضد قبائل متعددة في المدينة ولكن حلفائهم من الخزرج لم يفعلوا شيئا حيث تخلى الخزرج المسلمون عنهم كان الولاء لليهود يعتبر خيانة لإيمانهم الإسلامي الذي كانوا يعتزون به لم يتمكن المنافقون من دعمهم بسبب الرعب الذي غرسه الله في قلوبهم خوفا من الانقسامات والنزاعات الداخلية كان اكثر ما يمكن ان يقدمه ابن ابيه ومنع ابادتهم داعيا الى نقلهم بدلا من ذلك بالنسبة لسبب عدم دعم اليهود الاخرين لبنو قينقاع تشير السجلات التاريخية الى وجود عداوات طويلة الامد بين القبائل اليهودية كما ذكر ابن اسحاق كانوا مقسمين الى مجموعتين بنو قينقاع وانصارهم خلفاء الخزرج وبنو المضير بنو قريضة وانصارهم خلفاء الاوس كلما حدث نزاع بين الاوس والخزرج كان بنو قينقاع يقفون مع الخزرج وبنو المضير وقريضة مع الاوس داعمين حلفائهم ضد اليهود الاخرين كانوا يفدون الاسر وفقا لما كتب في التوراة دافعين الدية لأولئك الذين قتلوهم من قبائلهم مظهرين الولاء للوثنيين ضد اليهود الاخرين وتتجلى هذه السلوكيات في الاية القرآنية واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يأتوكم اسارة فدوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد اترك تعليقا فهذا يشجعني على الاستمرار